لسه طبعا مع رحلة يمكن فريقنا المستشفى الناس الدكتورة عنيسة حسونا كمان رئيس التنفيذ للمستشفى كانت سعيدة جدا جدا بزيارة وفد فريق النادي الاهلي ويمكن قالت وبتقول كل الشكر والتقدير لوفد النادي الاهلي اللي قام بتشرفنا بالزيارة النهاردة وده فعلا اللي بيعكس الدور المجتمع الكبير اللي بيقوم به النادي الاهلي وأتكدت ان النادي الاهلي متفق أو فيه بروتوكول تعاون ما بين النادي الاهلي ومستشفى الناس ده تم توقعه فيه طبعا فيه وقت سابق لكن الأمر يبقى أنه هو فيه يعني ارتباط وبروتوكول بين مؤسستين كبار كمان بنتكلم على مستشفى الناس مؤسسة خدمية كبيرة جدا لمعالجة الأطفال كمان بنتكلم عن نادي الأهلي مؤسسة رياضية كبيرة جدا جدا بتهم وليها طبعا دور كبير جدا فكل الشكر أولا للعابة النادي الأهلي كل الشكر لكابتن سيد عبد الحفيز وإن شاء الله بإذن الله تستمر أنا بحب جدا الأدوار ديت بحب جدا أن اللعيبة يعني اللعيبة بتقوم بمجهودات كبيرة جدا جدا لكن كمان الناس لها حقوق على اللعيبة الناس لها وخاصة الأطفال خاصة زول إحتياجات الخاصة خاصة اللي مش قادر يشوف لعابة النادي الأهلي احنا كمان بنروح لهم أو لعابة النادي الأهلي بيروح لهم ده دور مهم جدا جدا خارج نطاق المنافسات والبطولات لكن يبقى النادي الأهلي دايما هو اللي بيحط الأساس لأي حاجة نتمنى كمان من كل نجوم اللي موجودة في السحر الرياضية مش قرط القدم بس كل النجوم اللي الناس بتحبوهم يقوموا بهذا الدور إن شاء الله